سلام عليكم عزيزي المشاهدين يا هلا مرحبا فيكم في حلقة جديدة لهذا الأسبوع واليوم راح نشوف شون نحن نقدر نهيئ السيشن مالنا حق مرحلة الميكس ما راح نتكلم اليوم عن موضوع الإدتينغ وتنظيف التركات وتخلص من الأخطاء اللي تصير وقت التسجيل هاي موضوع آخر اليوم احنا راح فقط نركز على كيفية تجهيز السيشن حق مرحلة الميكس شلون نرتب التركات شلون نخلي السيشن صاير بطريقة يسهل عليه عملية الميكس وإذا هذه كانت أول مرة تشرفنا فيها القناة معكم أخوكم هاشم العلوي ومن خلال هاي الحلقات أحاول نوصل لكم من خلال خبرتي المتواضعة أفضل طرق للحصول على التسجيل الصوتي أوكي يا شباب اليوم بحاولني أساعدكم على تجهيز السيشن حق الميكس خلونا نشوف شلون البرنامج اللي قاعد أستخدمه هو برنامج برو تولز بس كل الكونسبت كل الأفكار اللي احنا بنتكلم فيها اليوم تنطبق على أي ديجيتل أوديو وركستيشن عندك لوجيك ستوديو وون كيو بايز اللي هو كل الأفكار اللي راح نتكلم فيها اليوم تنطبق على البرامج الثانية أوكي يا شباب أول خطوة أسويها هو أني أنا أخذ التركات اللي عندي اللي هو الأوديو فايلز شون أختارهم؟ أضغط على أول ترك وأنا ضغط على الشفت واختار آخر ترك هني وسألهم دراج ودراب إلى داخل السيشن أحين صارت التركات كلها موجودة عندي شذي خلاص أنا ما أحتاج هاي الجزئية مالت الكليبس أشيلها صار عندي مساحة أكبر شوي شوفوا حين التركات كلها اللي موجودة عندي كلها صايرة يعني ورا بعض لحد الحين ما رتبنا ولا شيء أول شغلة أشتغل عليها عارتا هو أني أنا أشيل الأشياء اللي ما أحتاج أشوفها يعني تلاحظون هنا عندنا مثلا الريال تايم PROPERTIES الانبوت والأوتبوت السنز بوث سنز وبوث انسرت والإنسترومنت والمايك بري والكومنت كل هالأشياء ما أخذ مساحة كبيرة مثل ما أنتوا شايفين وما أحتاجها ما رح تفيدني حزة الميكس في بعض الأشياء اللي بنخليها وبعض الأشياء راح نستغني عنها إذا ضغطت هنا على واحد منهم على right click بيطلع لي الليستة هذي كلها فأنا ممكن أنا أشيل الكومنت ما أحتاجهم ولا المايك بريامبس حتى الأنسرومنت أحي ممكن ما أحتاجهم الانبوت والأوتبوت بحتاجة حين خلي موجود الانسرت عندي مجموعة منهم ممكن أنا أخلي واحد وشيل الثاني ونفس الشيء في السنز أخلي واحد وشيل الثاني track color طبعا بحتاجة لأنه بنية بعد شوي والreal time properties ما أحتاج محزة الميكس أورادي صار عندنا مساحة أكبر نقدر نشوف فيها ممكن أنا بعد أصغر التركات شوية أحين صار عندنا التركات بهذه الطريقة حتى لو كنت أنت مشغل على فكرة auto save في برو تولز دائما أنصح أنك أنت كل شوية تجاري تسييف ما تدري أنا خذيتها عادة يعني أنه صبعي دائما موجود على command والS كل شوية أسييف السشن احتمال تبي ترجع حق مكان قبل ولا شيء الauto save يمكن ما خلاك تسييف في المكان اللي أنت تتبيه فأنا دائما نخليها عادة عندي أنه كل شوية أضغط على command والS أو control والS إذا كنت نتعى الPC أحين خلونا نتكلم عن الترتيب ما للتركات ترتيب التركات شلون راح يكون أنت طبعا الطريقة اللي تريحك على حسب ما أنت تشوف شلون طريقة اللي ممكن تناسبك أو تناسب شغلك أو الworkflow مالك أنت بترتيب التركات على حسب طريقة الworkflow اللي أنت تتبعه حظيت ما تسوي المكس أنا عادة أنا أحب أخلي الدرومز الأول يعني التامز والكيكس والهاي هاتس وهذا كلها مجموعة واحدة وبعدها طبعا الباس والغيتار والسنت وبعدين الفوكلز هاي يعني الترتيب اللي عادة أنا أستخدمها فخلونا نشوف شون قد نرتب التركات حين هاي كل اللي عندي هادلين كلهم الدرومز ايبهم فوق أول شي بعدين نشوف الباس وين الباس موجود هاي الباس ايب على طول بعد الدرومز ونشوف وين القيتارات أحب أبتري بالالكترك جيتارز الأول وعقبها الاكويستيك جيتار والغيتارات كلهم أوديهم فوق حين بيكونوا مباشرة بعد الباس اصار عندي أربع غيتارات هاي هنا تركات وعقبها الاكويستيك وبعدها السنت أو هاي في هاي الحالة اللي هو الأورغن اللي هو البي ثري وبعدين نبتدي نصف الفوكلز ورا بعض نبتدي طبعا بال background vocals هاي ال background vocals اردي موجودين هني أوكي وبعدين آخر شي الفوكلز الفوكلز العادي اللي هو المين فوكلز أوكي احنا نشيذر حين رتبنا التركات ورا بعض حسب الطريقة اللي احنا نبيها ابتدي احينش أسوي ابتدي ألون التركات تلوين التركات ترى جدا راح ينفانح حزة الميكس لأنه بسرعة أقدر أحدد شنو الدرامز شنو الجيتارز شنو السينت شنو الأورغن شنو الفوكلز كلها على حسب الألوان وطبعا اختيار الألوان هو اختيار راجع لك على حسب اللي انت تشوفه مناسب فخلينا نشوف الدرامز عحين هاي الدرامز كلهم عندنا اختارهم كلهم اضغط على ال color plate ال color plate اللي هي هاي اللي هني موجودة واختار اللون مثلا كنه هو يكون اللون الأحمر اللون الأحمر حق الدرامز اوكي وهي بعدين حق الباس الباس بروحها لون بيكون خلي الباس مثلا هاي اللون نروح حق القيتارات بعدين القيتارات ماري انا ليش احب القيتارات تامن لونها أزرق بس الأزرق هني شوي خربطنا فخنجرب ناخد لون ثاني مع الكوست القيتار نقليها مثلا لون أخضر غامج شوي بعدين حق الكيبورد اللي هو الأورغ اللي هو الهامند بي 3 في هاي الحالة هذي نقول لها مثلا هاي اللون واني حق الفوكالز الفوكالز ما نريليش بس الفوكالز كل حسهم لونهم أصفر وعدنا آخر شيء المين فوكالز ممكننا نختارها مثلا نكون لون هاي حين صار شنو عدنا شباب صار عدنا التركات مرتبة على حسب نوعها نوع الآلة وبعدين على حسب الألوان أيضا على حسب الآلة في الترك نفسها ممكن أيضا الخطوة اللي بعدها إن شنو إن أنا قاعد أعدل أسماء التركات أوكي فهاي الساشن أنا أورادي مسمي التركات أسامي ممكن أنا أعرفها شنو يعني على طول ممكن أعرف إن هاي الـ وعرف على طول إن هاي إلكتريك جيتار وعرف إن هاي على طول إن هوا سنير أوكي وهاي الكيك فأحيانا ممكن تكون أسامي التركات مخربطة فهاي الوقت اللي أنا أقعد أفتر على التركات واحد واحد وأسميهم بالتسمية الصحيحة كلها لتساوي إنك تضغط على الترك وتسمي مثل ما تبي أوكي ما رح أسميهم حين لأنا أورادي مسميين بالطريقة الصحيحة خلصنا حين من ترتيب التركات ومن إعطاهم الألوان الصحيحة حق الآلة أو نوع الآلة أبتدأ حين أسوي شنو أسوي create حق البسز شنو البسز البسز هي عبارة عن ترك يحتوي على تركات ثانية أو تركات ثانية تصب في هاي الترك هاي سهلي بشكل جدا كبير عملية الميكس رح أسوي بس حق الدرامز يجمع ما بين التامز والسنير والكيك وهذا السوالف هذي وغروب واحد أو بس واحد حق الغيتارز وبس حق الباكراوند فوكلز هاي يعني أهم الأشياء اللي ممكن أنا أسويها لأن في كذا تركات فبقى أقلل عددهم في وقت الميكس بيكون عندي ترك واحد بس هو اللي أتحكم في في مستوى الصوت اللي أنا أبيه خلنا نبتد يا حين بالدرامز الدرامز لأن من كثر الماكرافونات المختلفة على الدرام كيت رح نحتاج أكيد بس عساس أن نحن نخلي كل هالآلات أو التحكم في كل هالآلات يصير عن طريق فايدر واحد شون أسوي بس أقول لك create حق new track وقل له stereo auxiliary input وسمي drums بس أو drums سواله هني حين track auxiliary بس حق الدرامز خلني بقل له بعد يسوي لتراك ثاني لهو stereo auxiliary أيضا وسمي guitars واخد track ثالث أيضا بس وسمي وقل له stereo auxiliary وسمي background vocals صار عندي حين three auxiliary tracks هال auxiliary tracks ووديه عندي آخر شي هنا فيه track واحد أيضا نسينا جدا مهم ولا هو master بس هاي طبعا ما أقول له create stereo master fader بسويلي already واحد من التراكات هنا هو الماستر هو اللي نحن نشوفه حق final leveling حق mix mix صار عندنا حين the drums and the guitar and the background vocals كbusses أو sub mix شون أساوي حين أبغي كل التراكات هذي تصب في هاي buses فأروح حق mix window هاي mix window حين عندي أول شي أساوي أن أروح حق التراكات اللي أصنع create حين وحدد هما شنو راح يكون فهاي لازم أقول لنا الانبوت مال يكون مثلا خلن قول بس 9 and 10 والثاني يكون أو القتار يكون بس 11 and 12 و background vocals يكون بس 13 and 14 بدل ما هما موجودين بس 9 and 10 11 12 13 14 ما لهم معنا خلوني أسميهم بالأسامة الصحيحة فهاي بنسمي drums وهي رأيت لك علي وقل rename وسمي guitars وهي رأيت لك علي وقل background vocals صراحين عندي هذين يبينون كأوبشينات في ascends ما للتركات الثانية حين هاي هاي اللي drums عندي كلهم عشان اختار كلهم اروح اول track وانا ضغط على shift واروح اخر track بيختار بيختار لياهم كلهم اي حق ال input والoutput هني هم حين حاليا كلهم قاعدين يصبون في master bus او master fader فانا ما بيهم يروحون نسيد على master fader ربيهم يروحون الاول حق الاتراك اللي احنا سويناه على drums وانا ضغط على shift و option اختار ال output هني بدل ما هو على output اللي موجود على حسب الساوند كار اللي عندك وارح اق البس وقل لها drums بيسوي ال output ثمان هم كلهم الى drums الى اللي هو الاق زر اللي احنا شفناه ممكن انا سهل الموضوع ويب هاي هني حين صار عدنا لدرمز كل التركات مال لدرمز قاعدة تصب في هاي الفايدر نفس الشي نفس الشي بيكون background vocals بحتاج الاكوستيك بروحة فباختار بس electric guitars ونضغط على shift to option نروح ال output وال guitars سوى لنفس الشي خدال التركات سيحط ال output مال كلهم على القتار اللي هو هاي الترك هنا نفس الشي حق background vocals كلهم نختارهم shift to option background vocals ودى لي اياهم كلهم حق هاي الترك هنا في حركة ايضا لازم نسويها عساس ان لما اي يسوي mute حق الترك ما يتأثر هاي الترك الموجودة هنا فممكن انا انا سوي شي اسمه solo save فاي حق القتار نفسه هنا الترك او الاكزلري وانا ضغط على command اقول solo فحين حتى لو سويت solo في التركات ثانية هاي الترك ما رح يتأثر رح يتم شغال نفس الشي يسوي حق background vocal ونفس الشي يسوي حق drums صارت حين الايقاعات كلها في تتحكم بمستوى الصوت واحد طبعا لازم اتسوي mix هني شاهفين التركات هاي ثانية هني ابتري اتسوي mix section بsection او جزء بجزء اعدل level اعدل panning مثل ما ابي كلها يتم في high section فقط ووظيفة هاي الفيدر او اتحكم في volume او اذا بحط مثلا plug-in يتحكم فيهم كلهم او يأثر عليهم كلهم اضيف هاي plug-in على الفيدر نفس ما drums عقب ما سويت هاي الحركة ابتدي اش سوي ابتدي انزل الفيدر كلهم الى الصفر وهاي طبعا الحركة تعتمد عليك انت تعتمد عليك ايا انك مثلا تبتدي من scratch انزل انك تبتدي تخلي التركات كلها على zero وتبتدي تيبهم واحد واحد في الميكس او في الغنية وتعدلهم على هاي الاساس فانت تخلص مجموعة واحدة وبعد انت تنتقل الى المجموعة الثانية والثالثة او انك انت تبتدي من شي اسمه rough mix rough mix اللي هو او اذا احد ثاني قاعد يسجل الغنية وطررش لك حق الميكس هما عندهم فكرة شلون يبون الميكس يكون فيعطونك شي اسمه rough mix او mix مبدئي انت يعتمد عليك شلون تبتدي تبتدي من الصفر ما تبت تعتمد على rough mix مالهم يمكن انت نظراتك تكون غير عن نظراتهم هني راح تقرر عن موضوع انك انت تبتدي تخلي الفائدرز من zero وتسوي mix حق التركات كلها انا احس دائما ان اذا انت اشتغلت على الغنية نفسها وابتدي تسوي لها mix ابتدي من الصفر نزل الفائدرز كلهم من الصفر ليش عسس انت انت تعتمد على الأشياء التي تسمعها في وقت التسجيل ننتقل الى مرحلة اللذي راح تستخدمها دعنا نقول مثلا على الدرومز انا دائما عندي اللذي معين استخدمهم في هالحالة ممكن انا اخلي مثلا ال ssl فممكن انا ايهني واشوف لي واحد من ويف بلوغنز في عدنا ال ssl ممكن اخلي يا جماعة ممكن انا اخلي هال التراك موجود على كل السكشن التي انا بيها ويكون موجود وممكن انه يكون مبند بس موجود حزة ما انا احتاجه الحلو في ال ستريب انه يعطي اكسس حق بعض البلوغنز الرئيسية اللي لها علاقة بال ديناميكس مثل الكمبراسور وال اي شيء مثل هال البلوغن مثلا ممكن هو يساعدنا في تعديل الكمبراسور حق الدرامز مثلا ممكن يكون عندي واحد حق الدرامز فقط واحد حق الفوكلز واحد حق القيتارز كل واحد مثلا من هذين عندي لستاب معين دائما احب اني استخدم فممكن انا اضيف هاي الاشياء في هاي المرحلة على التراكات اللي انا رح استخدم فيها هاي الشانل ستريبس رح وايد يسهل عليه مرحلة الميكس ويسرع من الموضوع فبعد ما اخترنا الشانل ستريبس اللي نحن نبيهم نبدأ نضيف الريفرب والديلي شون نسويهم نفس الطريقة اللي نستخدم فيها الاكزيلوري فاقول لك ريات نيو تراك وسوي لي تراك قلنا واحد ستيريو اكزيلوري هاي نسمي ريفرب واحد ثاني ايضا اكزيلوري انبوت سمي delay هاي طبعا التراك اللي حين سويناهم ممكن نايبهم اخر شي عند هنا وابتدي اضيف عليهم الريفرب اللي يعجبوني خلوني اضيف بعد تراك واحد هنا ايضا استيريو اكزيلوري هاي بسمي بعد احين بسمي بس ريفرب يعتمد طبعا على الاغنية ويعتمد على طريقة شغلك انا احب يكون عندي في سشن مثل هاي سشن نوعين من الريفرب وعلى اقل delay واحد الريفرب اللي بستخدمهم بيكون نوعين واحد بيكون مثلا plate reverb لهو قصير شوي مدته والثاني يكون عندي room reverb room reverb حلو حق اذا انت تتبع تضيف على مجموعة الدروم فصار عندي plate reverb room reverb وdelay هاي ثلاث تركات جاهزين انا اضيفهم على اي آلة من الآلات الموجودة على اي track من التركات فكل اللي اصوي انا اختار الريفرب اللي يعجبني مثلا شوف لي اي الريفرب حلو عندكم مثلا الابيرود عندهم هاي الريفرب جدا حلو هاي استخدم ممكن تستخدم الpresets اللي موجودة في الريفرب الثاني ممكن انا تشوف لي room reverb فروح ممكن استخدم اللي هو east west spaces 2 حلو هاي الريفرب وفي presets ممتازة تختار لك انت واحد من الريفرب الموجودين ممكن هو يكون يعني واحد من هاي الاشياء ويكون هاي موجود وجاهز على auxiliary track والdelay ممكن اختار مثلا delay من نوع ممكن هو الاش delay هاي جدا حلو هالdelay بعد ممكن هاي يكون ايضا على track والdelay فحين صار عندي 2 reverbs 2 reverbs و1 delay جاهزين حق الاستخدام على اي track ابي كل اللي علي اسوي ان اروح اقل بس واحدد لهم اماكن معينة مثلا نقول الplate reverb يكون على 19 20 نسمي هاي مثلا نسمي plate reverb أو plate هاي نسمي room ونسمي delay هاي صار عندي شنو اي واحد من هالتركات ابي اضيف عليه delay خلنقل مثلا هاي اروح اقل send واختار delay وحين صار عندي delay على واحد من التركات واتحكم طبعا بمستوى delay من خلال مستوى send نفسه يعتمد ايضا على track الانتقاط تشتغل فيه فيه ناس يحبون يضيفون لهو bus compressor على master failure أو final channel ممكن انا اروح اضيف لي مثلا الس sl نفسهم يضيفون عندهم اللي هو الس sl bus بس شون شغلته يا جماعة البس compressor هو اذا كان plug-in او اذا كان hardware شغلته انه هو يسوي تجانس ما بين الالات اللي موجودة كلها في الاغنية يسوي glue حق الالات اللي موجودة كلها فهي يكون موجود عندي على master fader استخدم بحسب متطلبات الاغنية نفسها هاي يا جماعة بشكل مختصر ما اعتقد انه كان كلش مختصر بس كبير جدا واقدر انا مثلا اسيف هاي السشن كلها كتمبلت عسنا اقدر اشتغل في اي وقت عندي track ايبها من بره وبتري اشتغل عليها كميكس حتى الترك اللي انا اشتغل عليها اللي انا مسجل مثلا ممكن انا اسيف هاي السشن كتمبلت واستخدم ها الاغاني اللي انا قاعد اسجلها والمقطوعات اللي انا قاعد اسجلها راح وايد وايد يسرع من عملية الميكس ولا تنس ان خلال عملية الميكس انت ما تبي تضيع وقت انك انت تفكر اتيب اشياء او انك ترتب اشياء اذا كانت الاشياء كلها مرتبة من البداية شغلك وايد راح يكون اسرع والرزولت اللي راح تشوف ها افضل بكثير اوكي يسهل علينا عملية البحث ضفنا البوسز وضفنا البلاجينز اللي احنا راح نستخدمهم في السيشن مثل ما قلت لكم طول الموضوع لاننا قاعد اشرح كل خطوة بس كلها ممكن انه يكون بطريقة اسرع بكثير وراح يضمن لك انك انت تخلص شغلك بسرعة اكثر وبدقة اكبر ان شاء الله عجبتكم حلقة اليوم يا شباب لا تنسوا ان تعطونا اللايك وتشتركوا في القناة وتشاركونا مع جميع اصدقائكم المهتمين في هذا المجال حول العالم عشان تكبر عائلتنا على اليوتيوب اتمنى لكم داوم الصحة والسعادة واشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة